أسرة بسيطة من أمه وابن بينقلوا من نيوجيرس الكاليفورنيا علشان حالتهم المادية صعبة وفضلوا فترقهم الطويل لحد ما أخيرا وصلوا وكان واضح ان الابن اللي كان اسمه لاروسو متضايق جامد ومش عاجبه النقلة دي خالص ولوسي بتحاول تخليه يفك شوية وتقوله افتح عينك للجنة دي بس فتح الباب في وش واحد وجابه الأرض وتعرف على فريدي اللي كان ساكن في نفس المكان ولما دخل للشقة لقى حنفية المايا بايزا ونزل يسأل العجوز دي عن مكان السباك وراح لعنده لقاه بيحاول يمسك دبانة بعصيان الأكل وقال له على مشكلة الحنفية فبصله بصة وحشة ورجع من تاني وماشى البرة علشان يروح يلعب كرة على الشط ويشوف البنت دي ويعجب بيها وراح سأل فريدي عنها وعرف ان هي آلي ومن عيل غنية وبالليل فضل مراكز معها لحد ما فريدي يقوله شكلها معجابيك لازم تكلمها وحدف الكرة عندها وبعتوه هو علشان يجابها ويتكلم معاها ويعلمها ازاي تنتق بالكرة لحد ما وصل جوني مع اصحابه طلب مدرسة كوبرا كاي للكلتي وصاحبه قال له شوف صاحبتك مع مين فتشوته الكرة بعيد ويروح لروسو يجبها ولما رجع من تاني لاي ان جوني بيقولها عايز اتكلم معاك وهي بترفضه كان مصرر ان هو يتكلم معاها فتقول له هات الراديو وانا هكلمك بس لما اخذته شغلت اغنية وعلى طول يرميه من ايديها ورح لروسو يحاول يهدي الوضع شوية فزاقه لبعيد وقام ضربوا بالرجل وجابوا الارض وقال لها هو اللي بدأ فيغفله بضربه في وشه ودعصب جوني جامد ونزل فيه بالضرب وتعصبت عليها الي لحد ما مشى ولما حاولت تساعد لروسو قال لها يمشي وسيبيني والشباب بيعافروا عليه وهم مماشيين وتاني يوم بيلبس النظارة وتفضل تقول له لوسي شلها علشان عايز اشوف عينك ولما شلها انصدمت ان هو واكل علقاء فقال لها انا دخلت في حيطة بس ولازم امشي ويطلع بالنظارة علشان يروح للمدرسة ويشوف هناك جوني وصحابه وزميله بيتنمروا عليها علشان انضرب وبتيجي قالي تتكلم معه وتشكره ان هو دافع انها مبارح وواضح ان جوني وصحابه بيخططوا الحاجة ولما بدأوا لعب جابوا الارض وتخانق مع صاحب جوني وانطرد من المرعب وتشوفوا قال وهو ماشي ورجع للبيت يتعلم الكاراتيه ولما جام ياجع علشان يصلح الحنفية وشافوا بيتعلم من الكتاب تاني يوم بتروح قالي علشان تتكلم معاه وتعرفوا ان جوني كان حبيبها وانفصلوا من كامل اسبوع بس وبعدها يدخل مدرسة الكبراكاية علشان حاب اللعبة دي وعايز يتعلمها وكان المدرب جوني كريس هو اللي بيدرب الطلاب واللي كان جوني منهم وشاف لروسه وبسرعة لاف ووشه وطلع من المدرسة وراح قاعد مع امه في المطعم اللي هي شغالة فيه وبره جوني وصحابه بيشوفوه قاعد في المطعم ودلوقتي عندهم خطة والام بتعرف ان هو معجب ببنت معاه في المدرسة وبالليل وهو راجع للبيت طلعوا وراه الشلة بالموتسيكلات وتلموا حواليه لحد ما يخله يسقط وفضل يتضحرج على الارض وهو نازل ولما راجعته الام شافته هو بيرمي العجلة ومتعصب جامد وتشوف وشه المتبهدل على اخر ويقول لها مش بتحبي تسمعي غير ان المكان حلوه قد ايه والكلام ده ومش همك ابدا اللي بيحصل لي انا بكره المكان ده لازم اتعلم الكراتيه ومش من كبركاي ولما مشه وطلع ان السباك مياجي كان سمعهم وتاني يوم بيروح يكلم ايلي بس بيشوف جوني قدامه ويجيب وراه بسرعة فتقوله ايلي لازل تواجههم فرد عليها وقالها هتعامل بطريقتي وهرب من المكان ولما راجع بالليلة ان العجلة بتاعته متصلحة قدامه فرح لعند السباك مياجي وعرف ان هو اللي صلحه له وشكره علشان عمله له فطلب منه مياجي ان هو يدخل لعنده ويقوله انا من اوكيناوا في اليابان وبدأ يعلمه ازاي يهتم بالشجرة دي ويقوله ارسم سورة جوا خيالك للشجرة وخلي دي شبه اللي في خيالك وتيجي الام بعد ما شافت العجلة هي كمان علشان تشكر مياجي واللي بيديهم شجرة هدية وبالنسبة للشجرة دي فهي مميزة جدا ليه وتاني يوم لما شاف قالي استخبه بسرعة وتجنبها فيسأله مياجي مش هتروح الحفلة التنكرية ليه فرد عليه وقال له كده كده ما عنديش زي تنكري لو عندي زي الراجل الخافي هروح بيه فصنع له زي تنكري على شكل دش حمام وراح تقالي لعنده جوه وتقوله ان نفسها جوني يدوق من اللي هو بيعمله في الناس ولما فتح استطارة شافه واحد بلبس فرخة ورمع عليه بيضاء ولما دخل للحمام شاف واحد من اصحاب جوني بيقوله انجز لف السجرة وتعالى وبعد ما خرج لاروسو اخد خرطم المية ورح حطه فوق جوني وبسرعة فتح الحنفية بتاعت المية وطلع لبرة جاري وطلع وراه جوني هو كمان وتعنقله قالي هو اصحابه ولاروسو طلع لبرة يجري في الشارع وهم طبعا طلعوا وراه وفادل يجري علشان يوصل لعند بيته ولكن دول ما سكوه قبل ما يعدي من الصور واستلموه كلهم وضربوا جوني مرة وراه تاني لحد ما سعت على الارض ولما جم يضربوه تاني طلع لهم السباك مياجي ونزل فيهم ضربوا كلهم لوحده وبعدها شقل بجوني وخلص عليه وشل روسو على كتفه ودخل به لجوة البيت علشان يعلجه ولما فقل روسو سألوا مين الشاب اللي ساعدني برا ما كانش يعرف انه هو السباك مياجي ولما عرف استغرب علشان هو عجوز وسألوا تعلمت الكاراتيه ازاي فرد عليه وقال له كل سكان اوكيناوا عارفين حاجتين بس الكاراتيه وكمان الصيد ولكن الكاراتيه لدفاع عن النفس ومش للانتقام والطلاب دول سيئين علشان معلمهم سيئ فطلب منه لاروسو انه هو يروح معاه يشتكي للمعلم بتاعهم وفعليا يوافق بعد جدال كبير وقال له الكاراتيه في العقل والقلب وتاني يوم يسأله بتعرف تسوى لا لا فرد عليه وقال له على قد يعني فقال له انا كمان يلا سوق بينا ورح لمدرسه كوبراكاي وكان فيه ملصق للبطولة وجوني بيسحب واحد من طلابه ويقول له خلي بالك بعد كده لا تتغفل ويخلي اتنين يتقاتلوا مع بعضه والفايز يخلص على التاني ووضح اسلوب جوني العنيف في التدريب واللي بيلاقي جوني بيقول له على مياجي اللي ضربه قبل كده فرح لعنده وقال له مياجي خلي طلابك بعيد عن الطفل هو لو هيحل مشكلته فهيحلها مع واحد مش مع خمسة فيرد عليه جوني ويقول له طب هو مستعد يتقاتل مع جوني دلوقت فقال له لا في البطولة وفعلا جون بيوافق على التحدي وقال له الطلاب بتوعه محدش يلمس الطفل ابدا لحد البطولة بس لو ما جيتش يا عجوز هقتلك من تلك الاتنين ولما طلع فاضل لاروسي يقول له انت وردتني فرد عليه وقال له انقصتك من الضرب المدة شهرين واخده معاه لبيته الحقيقي اللي هيتدرب فيه وفاضل يقول له كلام كله حكم ولقى عربيات قديمة في المكان وقال له مياجي خلي البندانة دي معاك ولو جهز يلا نبدأ بس اسمعني لو مشيت على يمين هتكون بخير ولو على الشمال هتكون بخير انما لو مشيت في نص الطريق مسيرك هتندهز ويوعود ان هو هيعلم الكراتي ولكن لازم يسمع الكلام وينفذ بس من غير اي حاجة ولما وافق الدلوسة فينجا وقال له اللقص العربية ومن غير اي سؤال وفاضل لاروسي يغسل فيهم لحد بالليل ويعلوم ازاي حرك يده صح لحد ما لمعهم على اخر وراح علشان يقول له خلصت بس يلا ايه بيتأمل وطلع ان هو نام ومشي وسابه وتاني يوم لما قالت شوف وشه المتبهدل تو رح تدور على جوني علشان تهزقه ولكن بيقول لها اتفرقي بس والتريع عليهم قدامها وجوني كان هيدربه لولا ان صاحبه حشو قال له زي ما قال جون ولاروسي يقول لقالي على حصل وانهم مش هيقربوا ليه خالص لحد البطولة ويتفق ان هما هيخرجوا مع بعض يوم السابت واخد منها العنوان وحاول يخلي استاذ التاريخ يستلم الشيلا بس هما خلعوا وهو اللي لبسها لوحده وهيسمع القصة وراح بالليل مع امه علشان ياخد قالي من البيت وتعرفوا على امها وابوها ويتفاجوا ان هم من سكان رسيدة المنطقة الفقيرة وطبعا هما اغنية وراحت معاه قالي ولكن العربية عادة زاقة ونزل وهو محروجة علشان يزوقوا مع امه ويركبوا بسرعة وينطلقوا ويروحوا الاتنين في اول ديت ليهم ويقضوا الليلة مع بعض وكمان بيتصوروا ولما خرجوا صاحب قالي الاغنية كانوا خارجين مع بعض ومنهم جوني ولكن ميردوشوا انهم يروحوا معهم وتاني يوم يلاقي المعلم مياجم جاهز حاجة زي القفزات للصنفرة وعلموا حركات عشان يصنفر بيها ويسابوا يشتغل كده وقال له كل الارضية ومشى وفاضل شغال لحد بالليل وكان تعبان جامد فقال له روح ارتاح ويرجع تاني يوم بكرة الصبح علشان تبدأ وفعليا راجع من تاني ولقى بيحاول يمسك الدبانة برضو فيقوله الراجل اللي يقدر يمسك الدبانة بعضين بس يقدر يعمل اي حاجة فمسك عودين هو وكمان وحاول يمسكها لحد ما قادر فعليا وانغاز من المعلم جامد علشان مش قادر يمسكها من زمان وقال له خلي بالك ده حظ بس ودلوقتي لازم تدهم كل الصور ده وعلمه ازاي يدهم صح وراحوا يجاب له كمان علب دهان ويقول له هتعملوا الصور كله وفضل يدهم فيه لحد ما خلصه لقى بيقوله لسه الجنب التاني ورجع يشتغل عليه لحد بالليل وقال له مياجي عاش وتعالى كمل بكرة وجاء تاني يوم ولقى ارسالة مكتوب فيها ادهم كل البيت وتعصب جامد من الموضوع ده وفضل شغال لحد ما جاله المعلم مياجي بالليل فنزل وقال له كأني عبد عندك المفروض تعلمني الكاراتي وبقالي اربعة ايام من غير ما تعلم اي حاجة غير الدهان وتلميع عربياتك وهمشي دلوقت فيندع عليه وقال له تعالى واريني ازاي بتصنفر الارض بس وانت واقف وعمل حركاته بعدها قال له امسح العربية وعمل برضو الحركات وبعدها قال له ادهم الصور وعمل كأنه بيدهم الصور فعليا وبعدها هجم عليه وصد لاروسو الضربات بحركات الشغل اللي كان بيشتغلوا واتفايق لاروسو ان هو بقى بيعرف يلعب كرتين وقال له مياجي ارجع بكرة من تاني وماشى لاروسو وراح تاني يوم للشاط وقال له المعلم انزل للمية وتعلم التوازن ونزل فعليا للمية وفضل يبلبط فيها وبعدها شاف المعلم مياجي وهو واقف وعمود خشب وبيعمل حركات معينة وهو واقف على رجل واحدة ولما جم يمشو سأله على الحركة اللي كان بيعملها فرد عليه وقال له الحركة دي لو عملتها قدام اي حد مش هيقدر يصدها ابدا بس تعلم الاول الوقوف والتوازن الحركة دي ابويا اللي علمها لي ولو اتنين خمورجية عند العربية وطلب منهم مياجي انهم ياخدوا الازاز بتاعتهم فقال له خدها انت وعلى طول كصرها مياجي وركب العربية وفضل يلعب داروسو معاني وتقول له ان بالليل هتتعش مع اهلها وتطلب منه ان هو يستناها قدام المطعم علشان تطلع بالليل يخرجه سوا وراح مع المعلم مياجي للبحيرة وقال له اطلع على حرف القارب وخلاه يعمل حركات وهو فوق علشان يتعلم التوازن وسأله هتعلم اللاكم امتى فهز المركب وقال له تعلم التوازن الاول وساط في المايا وهو بيدحك عليه المعلم وابو قالي لما شافها تضايقت من وجود جوني سألها هو بيدايقك وقال الوقت علشان تقابل لاروسو برا فقال لها لا ما تخرجيش مع الولد اللي من رصيدة وما ترقاسها مع جوني واللي بيقول لها عايزين نعمل هدنة فتقول له لا احنا مش في حرب وبرا كان مستاني لاروسو ودخل عن طريق المطبخ وقف يتفرج على آلي مع جوني واللي اول ما شاف لاروسو باس آلي على طول علشان يغيزه وشافوه كلهم هو وقع على الارض في الاكل وقال تضرب جوني ومشت ورح لاروسو عند المعلم واللي كان سكران مع صورة وخلاه يشرب معه عصرت وفاح بس كان مسكر عليه شوية وقال له بنحتفل بالذكرى السنوية الموت مراتي وقال له صورتها وهي حامل وقال له ان هي ماتت وقت الولادة هي وابنه اللي كان موجود للسبطنها ونام المعلم مياجي وهو زعلانه في ايده الرسالة اللي جابت له خبر موت مراته ورح لاروسو يتعلم الحركة على عمود الخشب وكمان التوازن على القارب في البحيرة وبدأ المعلم مياجي يعلمه اللاكمه هو لابس البدلة بتاعت الحماية واتهور لاروسو وتحمي الزيادة وفضل يضرب فيه لحد ماه على الارض هما الاتنين وقاموا يكملوا من تاني واحتفل به المعلم مياجي بعد ميلاده ويددينه اول هدية واللي كانت فيها بدلة كاراتي ومش اي بدلة خد بالك دي البدلة اللي صنعتها مراته مخصوص له من زمان ولبسها والمعلم بيشوف صورة قالي معاه بس ده بيفتكر ان امه مستنيع علشان تحتفل معاه ولازم يروح بسرعة فاخد المعلم مياجي علشان يوريه الهدية التانية وقال له اختار لك عربية من دول واخد العربية الاولى كهدية ليه ويقول له انت احسن صديق ليه بحياتي فرد عليه وقال له انت كمان ويلا روح ولاقي التوازن فراح للمكان اللي كانت فيها قالي وطلع قدامها واعتذر عن اللي حصل بس بيلاقي ان هي مش مديها اي وش خالص ومكبراها على الاخر وقال لصاحبتها دي استغلتنا علشان تكون مع جوني فترد عليه وتقول له ما هو انت لو فضلت الاخر لحزة كنت هتشوفها وهي بتضربه فطلع بسرعة يدور عليها برة ورحل عندها علشان يصلاحها ويعتذر وفعليا مدل حصل وخلصت صالحه وطالع منها تيجي تشجعه في البطولة اللي هيشارك فيها واخدها يوريها العربية بتاعته وكمان يخليها تسوق وتاني يوم ساجله في البطولة ولما دخل يغير جاءت الشلة اللي عنده وتريعه عليه واحد من الشلة بيشد معه ويخوفه ودلوقتي واضح ان هو خاف جامد من البطولة دي ولما جم يدخله واحد يقول له ممنوع دخول غير المقاتل والمدرب فرد عليها لروسو وقال له ان المدرب بيتكلم ياباني ودي هي المترجمة بتاعته وفعليا بيدخل التلاتة لمكان القتال ودخل لروسو اول قتال وهرب لبرة وتاني مرة كان خايف فقال له المعلم دافع وافتكر التوازن وفعليا دخل وضرب الخصم وجمد قلبه وبعدها ضربه تاني ويتفرج على بتوع كوبرا كاي في القتال ويشوف جوني وهو بيدرب خصمه وبعدها يقاتل واحد منهم وكمان يفوز عليه وجوني بيدرب اللي بعده ويفوز وتستمر القتالات كده والتصفيات بتتم في اقتال بعد التاني ولروسو يقاتل صاحب جوني وينضرب منه بس بعدها يضربه وكمان يفوز عليه ودخل ضد الشاب اللي كان بيخوفه جوه من شوية وبدأ القتال واخد اول ضربه في وشه بس امن تاني وضربه في بطنه وفز عليه ويجهزه المعلم مياجي للتصفيات الاخيرة ودخل جوني ضد واحد تاني وبدأ القتال معه وجابه على الارض وبعدها يضربه تاني وبرضه يجيبه الارض وكان بيتفرج لروسو وهو الان جامد من جوني واللي هجم كمان مرة على خصم وفز عليه وفي المباراة التانية هيتحدد من اللهيئات الجوني بس جون بيقوله الطالب بتاعه اللهيئات لروسو عايزه يتصاب بس فرد عليه وقاله بس انا قدر اغلبه فتعصب عليه جون وقاله عايزه متصاب ودخل لروسو لمكان القتال ضد صاحب جوني وضربه بشكل مخالف على رجله ورح مياجي لعنده ومش قادر يقف عليها من تاني وجون بيبصلهم وهو شمتان فيهم والحاكم بيقوله قدامك بس ربع ساعة علشان ترجع للقتال من تاني او تخسر وجوني بيبصل جون باستحقار فيقولهم جوه لروسو سيبوني شوية وندع المعلم مياجي وسأله تفتكر كنت قدر افوص فرد عليه وقاله ايوه اكيد كان عندك فرصة كبيرة فطلب منه ان هو يرد الضربة ويساعده علشان المتنمرين دول كل ما يشوفونه هيفكروا انهم حطموني فقاله خلاص غمد عينيك وحاكي ايده بسرعة علشان يعالجه على الطريقة اليابانية وقالي تقولهم على اخر لحظة ان لروسو هيرجع للقتال تاني ورحلة عندهم فعليا وهو بيعرج على لجله وده هو القتال النهائي في البطولة وهاجم عليه جوني بس بيتفاد الضربة ويصد تانية وفضل يصد ضربات جوني وكمان ضربه واخد النقطة الاولى في القتال فهاجم عليه جوني وجوه على الارض بس زقه وقام من تاني بسرعة وشقلبه على الارض وضربه ودي هي تاني نقطة فقال المعلم جوني لجوني اضرب رجله ولا عندك مشكلة؟ ودخل تاني جوني وضربه بالرجل وجابه على الارض واخد النقطة وبعدها هاجم عليه تاني ووقعه جوني وضربه كمان مرة وكده بقوا اتنين اتنين وهاجموا على بعض تاني هما الاتنين ولروسو واضح ان هو بيعاني لحد ما جاب رجله ووقعه وقاموا وكملوا قتالهم من الاتنين وفضل يهجم جوني لحد ما داله بوكس في وشه وقام من تاني والنقطة الاخيرة هي اللي هتحدد من الفائز بس جوني اخد رجله بشكل مخالف وقازه جامد ويستعد لروسو بحركة التوازن ومياجي بيشاور له يعملها وبسرعة يديه بالرجل في وشه ويفوز عليه وبكده لروسو هو اللي فاس في البطولة برجل واحدة وجوني يديه الكاسب نفسه وهو فرحان معاه ويقول له انت بتستحقه وطالما جيتوا معي كده لاخر الفيديو وحب اقول لكم اني في خاناة تانية بنزل عليها قصص وكمان محتوى مختلف جدا على محتوى الافلام اللينك بتاعها هتلاقوه موجود تحت بصندوق الوصفة وفي ديسكريبشن خدوا الوفة هناك يمكن تعجبكم واشتركوا شغالوا زر الجارس على اختيار الكل وتابعوني بقى على انستجرام اللينك هتلاقوه موجود تحت بصندوق الوصفة هو كمان واللينك عن انستجرام ممنتج واشوفكم في الفيديو الجاي